وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية تتصد أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم للجرائم التموينية بشتى سوارها والتي يأتي في مقدمتها جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 66 طن السلع الغذائية متنوعة بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ونجحت في ضبط أكثر من 76 طن السلع الغذائية قام بتخزينها مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية ومسؤول مخزن بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 53 طن دقيق أبيض بحوزة مالك ومسؤول سلاسة مخابز بالقاهرة والجيزة غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 13 طن فول وعدس قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء ونجحت في ضبط 25 طن أرز شعير بحوزة مالك مضرب أرز بدون ترخيص بضمياط محذور تداولها قام بحجبها عن التوريد للاتجار بها في السوق السوداء ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 30 طن أعلاف حيوانية تم تخزينها لبيعها بأزيد من السعر المعلن بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية ومالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وضبط 11 طن أسمدة زراعية مدعمة محذور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بكفر الشيخ بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وضبط 60 طن أسمنت قام مالك ومسؤول عن مخزن ومستودع لتجارة مواد البناء بقينة والمنوفية بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 34 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطرا على صحة المواطنين حال طرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية ونجحت في ضبط قرابة 19 طن لحم ودواج ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي خلال حملات أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 80 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها منتهية الصلاحية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية ترجمة نانسي قنقر